بتفاحة الأطلس المتوسط أو بلدة موميا بإقليم ميدلت حاطت رحال مستشفى المتنقل لوزارة الصحة تعد الأولى من نوعها بالمغرب هنا تعمل خيرة الأطر الطبية منذ أسابيع على تقريب العلاج المواطنين الذين يعانون العزلة في مناطق تفتقل الخدمة الأساسية خاصة في فصل الشتاء في إطار البرنامج الوزارة الصحة التي تكفل بمستعجلات الطبية تم برمجة مستشفى متنقل هذا المستشفى متنقل عنده جوجة الهدف الهدف الأول هو تقريبا خدمات المواطنين في إطار الصحة المواطنين بالنسبة للمناطق النائية والمعزولة وتانيا في حالات الطوارئ والكوارث مهم جيت المرة الأولى ودوزت على السنان واليوم معا جيت ندوز على القلب وهذه القضية مزيانة زعمة من الجو يستفيدوا نزل المنطقة والدراوش اللي ما عنده الإمكانيات باش يمشي لهذا الطباء اللي اللي مدينة هنا ما كان يش طباء اختصاصي جيتنا هذا الفرصة وجينا تجندت أتقوم طبية للقيام بأكبر عدد من فحوصات فيما فريق الآخر من الطباء الجراحين رفع من إيقاع العمل بالمستشفى حيث أجرى طيلة مدة إقامته عددا كبيرا من عمليات الجراحية ستعجل لشك بوضع حد لألام ساكنة المنطقة ويكون بذلك قد سهم في تقريب الخدمات الصحية لساكنة 11 جماعة بمحيط البلدة عندي لطنسيون طالها وجيت باش نستفد ولقيت طبيب دي القرب اللي عملي بوحط طيبه والله جزيه بخير وعطاني الوردونس باش نمشي ناخد الدوا ديال لطنسيون وهذه بادرة ممتازة وكنشكرهم عليها إن أول بادرة كانت في المنطقة لله جزيه بخير وكان وجهون لدى دينا الصحيب الجرال اللي قام بمجهود كبير هل هذا المنطقة هذي والناس رات استفدت وكانت من نوع بادرة أخرى يكون في المجساوة بحالة البادرة يتوفر المشفى على أجنحة العمليات مجهزة بآليات متطورة لإجراء مختلف العمليات الجراحية وقاعات خاصة بالمستعجلات وأخرى خاصة بالإسعافات الأولية ومختبر لتحليلات الطبية وأجهزة الكشف بالأشعة وغيرها من اقتصاصات التي تتوفر في المراكز الشفائية الجامعية